السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين ثمانية وعشرين تشرين الاول اكتوبر القمر اليوم موجود في برج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة اربعة وتسعة وعشرين دقيقة من فجر يوم الغد الثلاثة بتوقيت جرينج القمر الان موجود في منزلة العواع وهي منزلة الربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هي المنزلة لغاية الساعة تنتين وتسعة عشر دقيقة فجرا من فجر هذا اليوم بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الاهزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح القمر بما انه موجود في برج العذراء خلال هذا اليوم معناته منظل على طبيعتنا الجادة ومنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال برنامج غذائي ممارسة رياضة الحفاظ على وزننا ممكن نذهب للعمل بحيوية او نركز في جميع التفاصيل وتندقق بكل شيء بنكون منظمين جدا والناس نادرا انهم يقدموا الدعم المالي او العاطفي في مثل هاي الفترة الا انه العنصر العملي هو المسيطر اكثر في حياتنا بتكو تحذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة برضو هذا الوقت هو افضل وقت للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين او شرب الكحوليات او المهدئات او المخدرات ويمكن الحصول على حيوان اليف او كتابة كتاب مفيد او البدء بعمل جديد او تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون ساعة تسعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يجب توقي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم اكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وممكن نقبل باقتراحات غير منطقية من لازم نكون متيقظين في نفقاتنا ونتجنا بالافراط في الاكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم او التخمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة الها تأثير تقريب السبع ايام ومستمرة سبع ايام قادمة زاوية تثليث ايجابية بين المريخ وبين نبتون هاي الزاوية ذروتها اليوم الساعة 12 و30 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتكون لدينا قدرة على التركيز تركيز عالي لدرجة انه ممكن نكشف اي شخص بحاول انه يكذب علينا او يخدعنا كما انها بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة وممكن نحقق انجازات علمية او عملية وبتدفعنا للاثارة ولكنها ممكن تساعدنا على الكفاح من اجل مثل عليا هذا الوقت مناسب للشعور بالطمأنين النفسية والانجازات العملية الكبرى اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدين وخمسة عشر دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبتزيد من خيالنا وبتقوى من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للعمال التجارية وبرضو بصير عنا ثقة بالنفس اكثر ونتقلق وسنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين زحل هاي زاوية لها تأثير تقريبا 5 ايام 6 ايام ومستمرة لها 6 ايام قادمة طبعا ذروتها الساعة وحدة و34 دقيقة بعد الظهر هاي الزاوية بتزيد من غيرتنا وحب التملك لدينا وبرضو من ميل الاكتئاب ونزاعات مع محيطنا وبتنقطع العلاقات العاطفية ضعيفة الى غير رجعة بتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والصناع الحرافية بسبب الاهمال او التكاسل اللي بيغلب على موظفي هاي القطاعات وبتقلل من عطاهم معظم المؤسسات المالية او البنوك بتعرف اضطراب في المداخيل بسبب سوء التدبير والتبذير وبيعاني المجال الفني من الكساد وقلة المبيعات وبتقل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس اكثر للتحفظ وبيزيد الالتزام لدى الناس وتقيدهم بالتقاليد والاعراف الاجتماعية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين اورانوس هاي الزاوية راح تكون الساعة ثمانية واثنين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك ابتمنحنا افكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والفنون باجمالا يعني والميل لكل ما هو مدهش وغريب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية راح تكون الساعة 11.30 دقيقة مساء بتوقيت جرينج تجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية راح تكون الساعة 11.54 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر وبتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن افكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بعد هاي الزاوية مباشرة مننتقل للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية طبعا عندنا اليوم البنكرياس والامعاء الدقيقة الاعور القلون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم الجهزة الاحساس اللي هي العيون والاذنين هاي الاعضاء هي الاكثر حساسية وما مننصح اجراء العمليات الجراحية لا الها الا اذا كانت اضطرارية اما بالنسبة لباقي اعضاء الجسم طبعا ما فيه اي مشكلة لاجراء العمليات هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر او الطرق التقليدية خصوصا للاشخاص اللي بدهم يبطوا عملية الانبات يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنى ولكنه لا يصلح للقص العلاجي والقص العلاجي مقصود فيه هو اشخاص اللي بيعانوا من تلف بالشعر او تساقط بالشعر وبدهم يبدأوا بعملية علاج او زراعة او عملية حفاظ عليه او استخدام بروتين كرياتين اشياء زي هيك ما بنصح بهاي الفترة ولكن هاي الفترة هي فقط تجميلية القمر بما انه ما زال موجود في برج العذراء خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الثلاثة بيبدأ الساعة ثلاثة واربعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبينتهي الساعة اربعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره خمسة وعشرين يوم الساعة اطناعش واربعة دقائق بعد منتصف الليل نبدأ باليوم الستة وعشرين نسبة الاضاءة احداش بالمية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين احداش سعيد الام بنسبة خمسة عشر في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في العذراء حتى يوم تسعة وعشرين عشرة منتحس الام بنسبة خمسين في المية ساعة الظهر منتحس بنسبة عشرة في المية ساعة العصر سعيد بنسبة خمسة عطارد في العقرب حتى يوم اثنين احداش سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الظهرة في القوس حتى يوم احداش احداش منتحس بنسبة اربعين في المية المريخ في السرطان حتى يوم اربعة احداش سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم اربعة اثنين منتحس بنسبة ستين في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم خمسة احداش منتحس بنسبة عشرة في المية قرانوس في الثور بيتراجع حتى يوم ثلاثين واحد منتحس بنسبة خمسة في المية نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم سبعة اطناعش منتحس بنسبة عشرة في المية وبلوتوف الجدي حتى يوم تسعة عشر داعش سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود في البيت السادس أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم ممكن تشعروا ببعض الإرهاق بسبب كثرة الآباء أو الضغوط ننظم عملك بشكل جيد ما تهمل الواجبات وحاذر من التبذير ممكن تعالج مسائل مالية وتجد حلول لبعض الفواتير المتوجب عليك وأيضا احذر من خلاف مع أحد الزملاء بالعمل برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيدخل الحظ المالي والعاطفي عنكم حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة صحح الانطباعة عنك اثبت للمشاككين طاقتك وقدرتك وما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجاز وثابر برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خلال هذا اليوم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن بدك تهدئ من روعك وتوقف عن التفكير قليلا بدون عصبية بدون حدية لأنه ممكن اليوم يكون في بعض الأمور الطارئة كعط المنزلي أو حدث عائلي أو ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهمي شنك ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام وما تناقش بجفاء بل بليونة تامة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتنشط اليوم في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات ويعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانك أنك تعززوا العلاقة مع أخ أو جهر ابتكثر التنقلات وحركة التواصل فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو دورة أو أخذ تعلم شيء جديد أو الرياضة حتى أو للقيام برحلة أهمي شنك ما تكثر المطالب وتجنب اعتماد أسلوب فض بالحوار والنقاش ويبتعد عن التحديات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النقاش والحوار والمساومة وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقشوا اليوم موضوع مالي ولكن لا تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على عقد أو على اتفاقية وحدد أهدافك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم ممكن تحسم أمر أو تقرر على شيء جديد وبتفرح لانفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما وبتلفت نظر الآخرين لإلك حسياً، نفسياً، جسدياً، وبأفكارك الخلاقة وسرعة بديتك وبتنهي مفاوضات لصالحك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان، يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيشوا في دوامة من الكآبة والإحباط وهي فترة إرهاق وتقاعس ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والأماكن المقتضة ابحثوا عن الهدوء والسكينة هد أعصاب قدر الإمكان اعمل بشكل روتيني، ولكن لا تدخل بخلافات ولا بقرارات ولا بنقاشات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب، بوسعكم تعزيز صداقاتكم اليوم العلاقات الاجتماعية هي المسيطرة أكثر شيء منكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وممكن يطلب منك هذا اليوم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح لك فرصة لغربلة ومعرفة الصديق من العدو اظهر انفتاح واهتمام أكبر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس يوم مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أو تتلقوا عرض أو تجدوا نفسكم في موقع مهم حاول انك تكون عند حسن الظن بدون مجازفات وبدون مغامرات وبدون الاستخفاف بالواجبات اتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما للبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم تفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية وتعتبرها الفترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم بتعودوا لها تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة اليوم لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من شراكة من زوج زوجي بنك ضريبة تأمين ميراث ولكن بتخففوا من النفقات قدر المستطاع أطلب رأي الشريق قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية أو عائلية باستطاعتك بحث الموضوع بموضوع قرض أو تمويل ولكن لا تهمل التفاصيل الدقيقة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء شراكات العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج وما بنصح اليوم لأي خلاف أو جدال ما بينكم وبين شراكاتكم حذروا من توجيه أي كلام جارح أو نابي أو بغير محلو لإن كان ممكن تواجه خصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم وأهم شي إنك ما تخال في القوانين عشان ما تصير أنت المدان لأن طاقتك ضعيفة وكل إشي اليوم عادي بلبس فيك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر